اهلا وسهلا فيكم بفقرة التغذية واخر الدراسات بالتغذية ربما مشرباش معانا اليوم راح تعرفنا على 3 دراسات مهمة اكيد بتهم صحتنا صباح الخير صباح خير رندا كيف حالك؟ اهلا تمام انا مستنى هاي الفقرة بقولك دائما انا مستنىها انا نبدأ باهم واحدة اللي هي نقص الزنك او اذا كان النباتيين بصير عندهم نقص زنك وحديد شو قالت هاي الدراسة هاي الدراسة عملت زي مسح لانه منعرف قبل كتير من نسمع اشياء انه نباتيين شوي معرضين اكتر لنقص الحديد ونقص الزنك فعملوا دراسة فعملوا فيها مسح يعني شافوا نباتيين عدد كبير منهم وشافوا قدي عندهم مخزون الحديد وقدي عندهم نقص زنك يعني عشان يشوفوا هل هم معرضين زي ما هو موجود لانه الزنك موجود في مصادر نباتية زي بقوليات حبوب كاملة وكذا وبرضه موجود الحديد بكتير اشياء زي سبانيخ بروكلي خضار ورقية يعني في عندنا البقوليات فيها حديد فهلا الدراسة اشارت بعد ما عملوا هذا المسح لانه نباتيين معرضين اكتر يعني ما كان كان عندهم نقص حاد جدا ولكن كان عندهم مخزون الحديد مستوى الزنك عندهم اقل من الاشخاص العاديين اللي بتناولوا لحوم هل كان مقلق يعني انه نسبته على قل بطريقة مقلقة؟ هلا بالدراسة ما حكوا انه لازم النباتيين ياخدوا مكملات ولكن دايما يعني نصحت الدراسة انه هدول الاشخاص اللي بتبعوا نظام نباتي لفترة طويلة خاصة اللي احنا بنسميهم الفيغانز اللي هم النباتيين اللي كتير متشددين من ناحية انه لا حليب ولا اشبان ولا بيت يعني ما بيأكلوا حتى منتجات يعني اوكي ما بيأكلوا لحمة وسمك وجاج بالزبط ولا حتى بيض وحليب والجبنة بالزبط بالزبط هدول ما بنا انا دايما بحكيك شوف كتير مرات حكيت قبل انه ما ناخد احنا مكملات ما ناخد فيتامينات الا اوهح مكملات لانه لازم نعمل فحص اول نتأكد من مستواها عنا في الجسم بعدين بناخد ع اساسها وما نضمنا ناخد يعني مثلا اذا بدي اعطي مثال اذا بناخد كتير زنك مكملات بكميات كتير كبيرة اكتر من احتياجاتنا خاصة بيبتعرفي لانه عادة المكمل بيكون من نوع معين يعني مثلا الحديد بيكون مركز الحديد نسبته عالية الزنك بيكون عالي ممكن يأثر على انتصاص مثلا هاي الزنك العالي بيأثر على انتصاص الحديد مثلا اكي بيأثر يعني في عنا سيضر اكتر من ما انه ينفع هلا طيب لما بياخدوا مثلا المكملات الغذائية اللي هي الملتي فيتامينز فيها اشياء كتيره هاي ما بيكونش عليها خطر لانه شو الفرق بينها وبينها دولاك هاديك بتكون نسبها تقريبا صغيرة يعني ما بتكون بكميات او جرعات كتير عالية كمان الحديد يعني احنا لازم ننتبه انه ما ناخده الا اذا كان عندنا نقصه مع مراجعة الطبيب لانه كمان الحديد الكتير بضرب الخلايا الجسم يعني بيأثر على صحتنا بشكل كتير كبير هلا بدي اركز على موضوع النباتيين لانه زي ما قلت انه الزنك موجود بقليات موجود بالحبوب الكاملة بس المشكلة النباتيين بيما انه بياخدوا حبوب بكميات كبيرة حبوب كاملة فيها مواد بتقلل من انتصاص الحديد والزنك زي مادة الفايتك اسد موجودة بالحبوب عنا مادة التانينز كمان موجودة بالحبوب وموجودة بالشاي فهي هاي المشكلة بالنباتين يعني ككمية حديد نحسبها او ككمية زينك باكلهم متوفر ولكن بسبب انه موجود كتير خضار فواكه الياف عالية جدا باكلهم ممكن تقلل عن امتصاص هاي المعادن فمش غلط انه اذا انت نباتي مرة بالسنة بس تعمل فحص تتأكد انه هل انا عندي ناقص هل انا بي حاجة لأي اشي لانه ناقص الزينك بعمل مشاكل اوكي هلأ الحديد والزينك كتير مهمين بكل مرحلة خصوصا للاطفال طب هلأ حليب الام بالنسبة او الحليب المعلب بيفرقوا هدول بالنسبة للحديد والزينك هلأ دايما احنا منشجع على الرضاعة طبيعية واللي ما بعرف انه حليب الام فيها مادة اسمهم لاكتوفرين وهدول بيساعد على امتصاص الحديد والزينك بكفاءة اعلى من الحليب العادي اللي هي مادة طبيعية موجودة بحليب الام بالزبط فهذا اللي بميز حليب الام يعني احنا دايما الاطفال منشجع انه الرضاعة طبيعية لست شهر بعد ست شهر او بداية الخمسة شهر ست شهر نبدأ نطعم الطفل لانه بكون في عنده مخزون حديد وبيكفي وحتى المادة الموجودة بالحليب الام بتساعد على امتصاص الحديد والزينك حينقوا للزينك شو بالزبط يعني هلأ الطفل بأول مراحله الأشهر الأولى شو بيفيده الزينك بالزبط كثير كثير مهم لك في كثير ناس ما بيعرفوا قديه هو مهم أول اشي مهم جدا للجهاز المناعي يعني نقصه بيأثر على المناعة مهم جدا للأطفال هلأ معظم الأطفال إذا بيتغزوا تغزية سليمة عندهم بيأخذوا كمية كافية من الزينك بس نقصه كمان بيأثر على تطور الأعضاء التناسلية وتكوين الأكيد لكبر بيصير في عندنا عقم يعني ممكن يأثر عليهم مهم جدا لحاسة التضوق يعني الأشخاص اللي عندهم نقص في الزينك ممكن بيحسوا أنه مش عم بيتضوقهم مية وكمان بيأثر على فيتامين إي عشان يصير عنا فيتامين إي كافي يعني الزينك إذا دخل جدا بفيتامين إي اللي هو مهم جدا للنمو عادة النقص الزينك بيكون عند البلاد اللي فيها سوق تغزية ما بتغزوا منيح نباتيين مثلا ممكن كتير يعني كتير متشددين من ناحية الأكل النباتي فكتير مهم إنه يكون في عندنا كمية كافية حلو رح نقول هلأ للدراسة الثانية واللي هي البروكلي بروكلي خلينا نعرف قديش دائما كل من نسمع قدي مهم لبروكلي وقدي صحي ولكن هاي الدراسة شو اللي جديد فيها هلأ حكت هاي الدراسة شافت أشخاص عندهم عدة أنواع من السرطان وقارنتهم بأشخاص تانين ما عندهم سرطان أو تقريبا أخذوا نفس المواصفات بناتهم وشافوا إنه هدول الأشخاص اللي كانوا يتناولوا بروكلي أو من العيلة تاعتها اللي هي الملفوف والزهرة يعني كل هاي العيلة فكانوا معرضين الأشخاص اللي كانوا ياكلوا على الأقل مرة في الأسبوع من هاي الخضار كانوا معرضين بشكل أقل جدا إنه ينصابوا بالسرطان وربطوا بعدة أنواع من السرطان زي سرطان الثدي وسرطان الأمعاء فدايما منحكي فيهم لأنه أول إشي غني جدا بالفيتامينات والمعادن في عنا فيتامين سي في عنا فيتامينات تانية وفي عنا مادة من سميها الجلوكوساينوليتس هاي اللي بتميز هاي المجموعة من الأغذية وعلاقتها في تقليل من أنواع السرطانات هدول حالو فأنا بحب حق خاصة للنباتيين مثلا أو الأشخاص اللي شوي أكلهم فقير بالعناصر التانية مش غلط يكون في عنا بروكلي مرة بالأسبوع يعني ممكن بسنية الجاج يعني مرات إحنا متعودين سنية الجاج البطاطا وال صح ممكن نضيف بروكلي والزهرة أشياء كتير مهمة يعني هاي أشياء صغيرة ممكن نضيفها بتحضير الأشياء وعن بتكون دائما موجودة دائما متوفر حتى مثلا أنا اليوم جاي بمفرز عشان أورجي أنه في مفرز في عادي وفي مفرز المفرز كتير منيح بالشوربات صح الشوربات يعني تنعمل مرة عملت بلقم خفيفة شوربة بروكلي كتير كانت وكل العناصر المهمة يعني مقاومة السرطانات حتى لو طبخناه ما بتتأثر بيقلي شوية نيت في صغيرة بس ما في مشكلة أنا كتير خلاص حفظت ما قولتك اللي قلتينه نحن دائما منفضل فرش مفرز بعدين معلم خلاص هاي قاعدة أساسية خلينا نيجي للدراسة التالتة الكتير ناس اللي عندهم حساسية من الجلوتن بالفعل كتير بتغلبوا بحياتهم هلأ الجلوتن موجود بالأمح بمنتجات القمح لكن هل هو موجود كمان بأشياء تانية هلأ هلأ في كتير فيه أنواع أنا نبدأ خصص حلقة على فكرة لهذا الموضوع فيه ناس الحساسية اللي بكون القمح فيه عندنا مرض السلياك اللي هو التحسس كتير كبير بيصير هو مرض مناعي بيصير فيه عندنا نتيجة هذا التحسس بيصير فيه عندنا الجسم يهاجم الخلايا الموجودة في الأمعاء وبيصير امتصاص المعادن كتير قليل هذا عشان حساسية من الجلوتن اللي بالأمح هذا اللي هو السلياك ديزيز هلأ فيه نوع تاني بيكون فيه ناس عندهم تحسس من الأمح ولكن بيقدروا ياخدوا شوفان بيقدروا ياخدوا خبز الراي يعني ما بيكون هداك المرض اللي هو مشخص زي سلياك ديزيز فهذا الفرق بيناتهم لأنه فيه ناس بيكونوا مش عارفين هم وين وعادة مع الطبيب بيشخص يعني الطبيب الباطني بيشخص بإجراء الفحوصات اللازمة هل هو سلياك ولا هو فقط تحسس من القمح اللي هو أخف درجة يعني السلياك المشكلة أنه بتعدوا عن أي أغذية فيها الجلوتين الأمح وهي الأشياء وكمان أي إشي ممكن يكون ملوث يعني يعني الشوفان ممكن يكون ملوث بالأمح فأقولك ما تاخدي شوفان هل قد بتكون درجة الحساسية عالية بتكون أعم طيب شو أضفت لنا هاي الدراسة الجديدة هاي الدراسة شافت أنه هلا دول الأشخاص لما يتشخصوا أولها بكون عندهم نقص في المعادن والفيتامينات لأنه ما هو الجزء اللي بتأثر فيها لهو الأمعاء فعادة كثير في أشخاص هلا بدي أحكي على شغلة أنه مرات في أشخاص دائما عندهم نقص حديد حاد دائما مخزون الحديد عندهم مواطي وطول العام هيك هون بصير عندنا السؤال أنه هل ممكن يكون في عنا مشكلة في الأمعاء ناتجة عن مرض السلياك أوكي أوكي فهاي الدراسة عملت مسح أنه لأشخاص تشخصوا جديد بمرض السلياك وشافوا درسوا عندهم أدي مخزون الحديد وفيتامين إي وفيتامين بي وعدة فيتامينات موجودة عندهم ومعادن وشافوا بالفحوصات وجدوا أنه على الأقل على الأقل إلا يكون واحد مصاب بواحد أو اثنين من نقص الفيتامينات والمعادن لأنه اللي ما بعرف هذه الحمية لما واحد يتشخص بسلياك خلص لازم يعيش معها طول حياته ولازم يتبع هاي الحمية بشكل كتير دقيق لأنه ما بدنا لأنه رح يأسرع أمعاءه بيصير معرض للإصابة بأنواع سرطانات وغيرها إذا ما اهتم بأكله خاصة اللي هو سرطان بيصيب الأمعاء فهاي واحدة من الأشياء هاي الدراسة أشارت أنه تعطينا معلومتين أنه أول ما الواحد يتشخص بدي شوف كيف بدي يزبط أكله بدي يفحص كامل لفيتامينات والمعادن الموجودة عنده عشان إذا كان عنده نقص يقدر يزبطه مع الطبيب وكمان للأشخاص اللي دائماً عم بيعانوا بنقص طبعاً يكون في عندنا عدة أعراض ولكن واحدة من الأشياء اللي كتير مرات بنشوفها بالعيادات لما يجوا عندنا أنه أنا دائماً عندي نقص حديد حاد أنا باخد وما عم بيزبط وما بيكون في مشاكل تانية فمرات بتحولوا وبطلع عندهم أنه هاي الحساسين بس هو وراثي؟ يعني ممكن إذا حدب العين؟ إله عامل وراثي إله عامل بس مش بالضرورة؟ مش بالضرورة بس إله تأكيداً يكتشفوا الأهل مثلاً؟ هلأ عادةً بيصير؟ إذا مثلاً ولد صغيري أمتى بيبلش؟ بيكون ممكن الطفل إنه أو الشخص ما بنصح دائماً عنده إسهال وإمساك دائماً عنده تعبان دائماً الحديد عنده واطي يعني هاي الأشياء اللي بتأدي لهذا فيه ناس يكتشفوا على كبر بس هو بيكون دائماً عنده هالحالة؟ آه طبعاً بتكون بدات معه ومش حالفين شو ماله المشكلة إنه هاي الأمراض مرات بيغلب إنه الواحد يقدر يشخصها أو وين يروح أو شو يعمل أنا مش دغري تكتشف يعني بس هلا الحمد اللي صار كتير تقدم أكتر من قبل وصار هو فيه وعي عند الناس والأطباء صار فيه كتير يعملوا بفحوصات حلو هون أنا جاي بعدة أشياء بس عشان أنبه إنه شخص إذا كان عنده مرض السيليا كله هو الدرجة الأولى اللي لازم يبعد أكيد يبعد عن الخبز والمنتجات أو أي شيء معمول من أمح وفيه بالأسواق لهو الخبز الدرة خبز الأرز موجود عنه يعني وفيه حتى مخابس صار عندنا بالأردن متخصصة ببيع هذه المنتجات هذا بدل إذا ما رح ياخد أمح أي شيء بسكوت حلو كيك ما بقدروا يتناولوها يعني من نصير نفكر بأي شيء الشوفان كمان الشوفان آه إذا كان عنده مش السيليا كان عنده حساسية قمح بقدروا هذول الأشخاص شوي ياخدوا الشوفان والراي وغيرهم الرز هو مسموح الرز والبطاطا والدرة هذول بيصفوا بقدروا يتناولوهم والحلو زي ما حكيت رندا أنه هلا صار في عنا طحين رز وطحين درة وهي الأشياء اللي صار يعملوا منها منتجات كتير كتير حلو الدعم بتفتح عيون على أشياء يمكن الواحد بيأخذها خلص أمر مسلم فيه إنه هذا الولد دائما عنده مشاكل ولكن يمكن يكون عنده حساسية يعني لو عرفوا الأهل بيختصروا بيستفيدوا أكتر مواد غذائية لأله شكرا ربا على هذه المعلومات وأهلا وسهلا فيك دائما